اهلا بكم الى نشرة ثالثة من قناة الفلوجة الفضائية ونبدأها من مصر حيث اختتمت القمة العربية الاوروبية في مدينة شرم الشيخ واكد فيها رئيس الجمهورية برهم صالح ان النصر الفعلي على الارهاب يتطلب الكثير من دول المنطقة والعالم للادامة في النصر واستدامته وقال صالح خلال كلمته في القمة ان المبادرة الثقافية والاقتصادية والتنمية هي الاهم في تجفيف مصادر الفكر المتطرف داعينا الدول الخمسين المجتمعة الى تكاتف الجهود للقضاء على الارهاب تماما والبدء بالاعمار والتنمية على الصعود كافة انا قادم من العراق الذي واجه بشجاعة تهديدات الارهاب ممثلا بتنظيم داعش ونجح عبر تبني مبدأ التعاون الاقليمي والدولي في تقويضه وكسره وكان الانتصار ثمرة لارادة العراقيين ودفاعهم عن بلدهم ومدنهم فيما كان للجهد المؤازر للتحالف الدولي ومن الجيران دوره المهم الذي لا ننساه لكننا في العراق ندرك ان النصر الفعلي المتحقق على التهديد المباشر للارهاب وفكره المتطرف ما زال يتطلب الكثير منا ومن دول المنطقة بل والعالم حتى يكون نصرا راسخا حاسما ومستداما فالقوة العسكرية والاجراءات الامنية مهمة واساسية في مواجهة تحديات الارهاب لكن تبقى المبادرة الثقافية والاقتصادية والحوكمة الرشيدة والتنمية وتمكين المرأة وحماية البيئة هي الاهم في تجفيف مصادر الفكر المتطرف ودعا صالح الى دعم العراق في مجال الاعمار واعادة النازحين كونهما مصلحة مشتركة بين العراق ودول المنطقة والعالم العراق الخارج لتوه من معركته ضد الارهاب يرى ان الاعمار والتنمية هم الاستحقاق الاهم الذي يساعد في ترسيخ النصر هذا ما يعيننا على اعادة المهجرين والنازحين وهذه مصلحة مشتركة ما بين العراق ودول المنطقة ودول الاوروبية ودول العالم الاخرى من حيث الجدول الاقتصادية التي تتيحها الاستثمارات والبناء فمعالجة ظواهر الحجرة وتبعاتها مرهون بمعالجة اسبابها في المنطقة وبتوفير البيئة الدولية المساندة للاصلاح والتنمية المستدامة كما شدد صالح على رفض العراق اتخاذ اراضيه ساحة للتناحر والتنازع الدولي مجددا تأكيد رفض بغداد الدخول في سياسة المحاور مشيرا الى ان العراق بعمقه العربي والخليجي وبجواره الاسلامي يمكن ان يكون فاعلا في لمي شمل المنطقة وتخفيف التوتر فيها العراق الان بدوره الطليعي في محاربة الارهاب والتطرف وبموقعه الاستراتيجي وموارده وباستحقاق الاعمار فيه يتطلع الى ان يكون ساحة توافق لمصالح دول المنطقة وشعوبها لا ساحة للتناحر والتنازع كما ان العراق بعمقه العربي والخليجي وبجواره الاسلامي وبما يمتلكه من موارد طبيعية وبشرية يمكن ان يكون فاعلا في لم شمل المنطقة وتخفيف التوتر فيها رؤيتنا لمصالحنا الوطنية واستحقاقات التنمية تستند على حماية سيادة العراق واستقراره وعلى النأي به عن سياسة المحاور وان لا ينحاز لغير امن وسلام وامار وسيادة العراق ودول المنطقة لذلك نتطلع الى مساهمة فاعلة لبناء منظومة جديدة مستقرة في المنطقة قوامها الامن المشترك والتكامل الاقتصادي من خلال ترابط البنى التحتية ونزع اسباب التوتري والنزاع شرم الشيخ احتضنت القمة العربية الاوروبية القمة انطلقت اعمالها بمشاركة خمسين دولة عدة قضايا عراقية كانت حاضرة تعرفنا الى تفاصيلها الزميلة رويدة تيمين نتابعه انطلقت اعمال القمة العربية الاوروبية بمدينة شرم الشيخ في مصر بحضور رؤساء دول وحكومات خمسين دولة عربية واوروبية حيث ابدى المتابعون التفاؤل محيان نتائجها كما تنول اخرون العقبات التي قد تعرقل التوصل الى تفاهمات مشتركة القمة حملت مجموعة من الشعارات ابرزها الاستثمار في الاستقرار مركزة على تعزيز المصالح المشتركة بين الدول العربية والاوروبية حيث من المتوقع ان تفتح مرحلة جديدة من التعاون بين الكثتين الاقليميتين الجارتين التي تشكلان قلب العالم في الماضي والحاضر والمستقبل تعاون جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي على القمة في دفع وتعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري وكذلك تنسيق المواقف خصوصا باعمار العراق وارساء الاستقرار في سوريا وقضية فلسطين والهجرة غير المشروعة ومصير الدواعش الاجانب الرئيس برهام صالح رأس وبدو العراق في اعمال القمة بالاضافة الى وزراء الخارجية محمد علي الحكيم والتخطيط نوري الدوليمي والتجارة محمد العاني اجندة العراق في المؤتمر تتضمن الرؤية في مجال حقوق الانسان وما حققه من تقدم في مجال اعادة النازحين الى مدنهم وتمكين المرأة وعلى هامش القمة شرع الوبد العراقي باجراء لقاءات ثنائية متعددة مع زعماء الدول ووزراء الخارجية ورؤساء المنظمات الدولية الموجودين ايضا في شرم الشيخ في اطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبيان السياسة العراقية في الحكومة الحالية هذا ووصل رئيس الجمهورية برهام صالح الى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة عمل تلبية لدعوة رسمية من نظره الفرنسي ايمانويل ماكرون واستهل صالح اعماله بزيارة مقر منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة اليونسكو والتي تعدى الزيارة الاولى لرئيس عراقي والتقى بمديرتها اودي ازولاي واكد اهمية دعم المنظمة للثقافة والتربية في العراق واعانته على استعادة اثاره المنهوبة ودعا اليونسكو الى حث الدول المشاركة في الاكتشافات الاثرية ووضع مدينة بابل الاثرية على قائمة التراث العالمي وضرورة قيام المنظمة بتطوير المناهج التدريسية في المدارس العراقية وفق الاساليب الحديثة واعتماد البرمجيات الرقمية من جانبها ايضا اكدت ازولاي استعادة المنظمة لمساندة العراق في المجالات الثقافية والتربوية واستعادة اثاره المنهوبة ومن المؤمل ان يجري صالح جولة مباحثات ثنائية مع الرئيس الفرنسي وكبار المسؤولين تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها الأخبار مستمرة إلى بغداد حيث استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عرقشي وبحث العلاقات بين البلدين وبحسب مكتب عبد المهدي فإن اللقاء يأتي تمهيدا للزيارة المرتقبة للعراق للرئيس الإيراني حسن روحاني مبينا أن الجانبين بحثات تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وقضايا المياه والحدود وتأشيرات الدخول والتحضيرات لمذكرة تفاهم تحقق المصالح المشتركة للبلدين بشكل عادل ويشارك عرقشي في اجتماع اللجنة السياسية المشتركة التي تعقد اليوم في بغداد بهدف دراسة آخر تطورات المتعلقة بالعلاقات العراقية الإيرانية صوت مجلس محافظة صلاح الدين بالإجماع على إقالة رئيسه أحمد الكريم المتهم بقضايا فساد مالي وإداري وكلف عداي ذنون بتسلم المنصب بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد وقال عضو المجلس جاسم السمراء إن مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة وصوت بالإجماع على إقالة الكريم وإعفائه من منصبه بسبب عدم نجاحه في إدارة المجلس وإخفاقه في الكثير من القضايا إضافة إلى وجود شبهات فساد مالي وإداري وأشار إلى أن المجلس سيصوت على اختيار رئيس جديد وأكد أنه سيتم إحالة كل من تورط بقضايا فساد للتحقيق والقضاء سياسيا أيضا أكد رئيس اتلاف الوطنية إياد علاوي أن الأمور وصلت في العراق إلى طريق مزدود مبينا أن هناك انقساما في البرلمان والوضع العراقي بشكل عام إضافة إلى مرور سبعة أشهر دون أن تكتمل الكابينة الحكومية نشوف أن الأمور وصلت إلى طريق مزدود في العراق فهناك انقسام في الوضع العراقي وهناك انقسام في البرلمان العراقي وهناك مشاكل إلى حد الآن بعد سبعة تشهر إلى حد الآن وزارة من تكامل أقوى أربع خمس وزاراء ناقصين أو مستبددين اثنين منهم والوزارات الأخرى ناقصة هذا كله بسبب الاضطراب في الحياة السياسية والعملية السياسية في العراق كما لفت رئيس اتلاف الوطنية إلى أن المنطقة مقبلة على خراب ودمار وتوتر مبينة أن هناك انقساما في المجتمع الدولي ومظاهر هذا الانقسام إن عكست على العراقي والدول العربية كما حذر علاوي مما أسمه بالجيل الثالث للإرهاب الذي قال إنه سيظهر بسبب اعتماد سياسة التهميش والإقصاء نحن على أبواد مشاهدة الجيل الثالث من الإرهاب الجيل الأول كان قاعدة الجيل الثاني كان داعش الآن سيظهر جيل آخر أطلقنا عليه اسم الجيل الثالث سيكون لربما أخطر من السوابق وبدأت البيئة السياسية في منطقتنا حاضنة لهذا الشيء وليس طارد له سواء باعتمادها على الطائفية كمنهج وعلى الاشتثناءات والتهميش والإقصاء أو سواء ما يحصل في سوريا أو سواء ما يحصل في ليبيا أو سواء ما يحصل في اليمن لهذا المنطقة مقدمة على خراب ودمار وتوتر أكثر وقضية فلسطين في تراجع وأيضا هناك انقسام في المجتمع الدولي ومظاهر واضحة لهذا الانقسام التي تنعكس على الأوضاعنا الوطنية على أوضاعنا في العراق وأوضاعنا في الدول العربية الأخرى أمنيا بحث وفد عسكري إيراني رفيع في اجتماع مع رئاسة أركان الجيش العراقي تعاون الأمني والعسكري بين الجانبين الاجتماع رأسه عن الجانب العراقي رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي وعن الجانب الإيراني نائب وزير الدفاع العميد قاسم تقي زاد وناقش سبل تعميق العلاقات بين القوات المسلحة في البلدين وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وآخر المسجدات حول التعاون بين البلدين ومستقبل التعاون الدفاعي والإعلان عن الاستعداد للتعاون مع القوات المسلحة العراقية لمكافحة الإرهاب في المنطقة هذا وبدأت القوات الأمنية عملية عسكرية ترافقت مع ضربات جوية نوعية في الصحراء الرابطة بين الأنبار وصلاح الدين ونينوالي لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي على خلفية تزايد نشاط عناصر التنظيم في تلك المناطق وأكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول تدمير مواقع مهمة للتنظيم فضلا عن توجيه ضربات جوية نوعية ناجحة ضد فلول التنظيم ولفت إلى أن الوضع الأمني في الأنبار تحت السيطرة لأن جميع القطاعات تقوم بواجبها بشكل جيد وتأتي هذه العمليات بعد يوم من إقدام عناصر التنظيم على قتل خمسة من صياد السمك العراقيين في بحيرة الثرثارة تابعة لمحافظة الأنبار إلى ذلك كشفت خلية الإعلام الأمنية عن مخاوف حكومية في بغداد من إطلاق الميليشيات الكردية في سوريا أسر تنظيم داعش الذين تقدر أعدادهم بالمئات وقالت الخلية أن السلطات العراقية سارعت بتسلم عناصر داعش عراقي الجنسية من أجل تقديمهم إلى القضاء ومحاكمتهم على جرائمهم ويأتي بيان الخلية بعد ساعات من إعلان القوات الأمنية تسلم 280 أسيرا داعشيا من أصل 500 موجودين لدى الميليشيات الكردية في سوريا وأكدت الخلية أن عملية التسلم مستمرة حتى اكتمال العدد من جهاته كشف نائب رئيس هيئة الحجد الشعبي أبو مهدي المهندس عن وجود أدلة لدى الحجد تؤكد عدم جدية الولايات المتحدة بالقضاء على داعش متهما القوات الأمريكية بمساعدة داعش بالدخول إلى العراق قادما من سوريا الأمريكان كشفوا عن هويتهم وفاوضوا داعش كانت هناك مفاوضات للجيب الأخير لداعش اللي كان بحوالي ثلاثة ثلاثة من اسمي داعش مع الأمريكان للتفاهم تفاهموا معهم وسحبوا داعش لم يضعوا على داعش لكي نقول الأمريكان ما يريد يقوم على هذه المنظمة وثبت أدنى أفلام وأدنى صور وأدنى وثائق وثبت هذه العملية الأخيرة في شرق سوريا ثبت أن الأمريكان تفاوضوا مع الدواعش وسحبوا جزء منهم مع عوائلهم وأطفالهم إلى داخل سوريا وجزء منهم ساعدهم على النفوذ إلى داخل العراق اليوم الحج الشعبي وقواتنا العسكرية والأمنية تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة مخاطر الأمنية لداعش وعلينا الاستعداد وإدانة هذا الاستعداد ولمواجهة أي خطأ آخر تحالف الفتحة من جانبه أكد أن لديه أدلة تثبت إنزال القوات الأمريكية مساعدات لتنظيم داعش في العراق لافتان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية متخوفة من الحج الشعبي بسبب قوته وتحركاته الفاعلة هذه الأدلة موثقة ومصورة ومتلفزة وتم عرضها عدة مرات في شاشات التلفزة وقالوا لدينا أقراص وشهود عيان من خلال إنزال مساعدات في المناطق الغربية القوات الأمنية العراقية بما فيها هيئة الحجد الشعبي التي صدر إليها أمر ديواني وأصبحت قوة فاعلة من قوة الأمن العراقي تابعة إلى رئيس الوزراء وله الحق تحريك هذه القوة أينما يشاء بدأت جانب الأمريكي يتخوف من هذه القوة الفاعلة ويصدر تقارير عبر الصحف الأمريكية وغيرها بأن داعش بدأ يهدد العراق إلى ذلك كشفت وكالة إسويتش بريسا دولية عن تسلل أكثر من ألف عنصر من تنظيم داعش إلى العراق في الأشهر الستة الماضية إلا أن قيادة العمليات المشتركة نفت ذلك على لسان المتحدث باسمها العميد يحيى رسول ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين وعراقين قولهم إن عدد المسلحين في العراق يقدر ما بين خمسة ألاف إلى سبعة حيث يختبئون في المناطق الصحراوية والوعير النائية وذكرت إسويتش بريسا أن الخلايا النائمة تعمل في أربع محافظات عراقية تنفذ فيها عمليات اختطاف واختيالات وكماء بعبوات ناسفة جميعها تهدف إلى ترويع السكان المحليين واسترجاع نهج الابتزاز الذي اعتمده التنظيم قبل ست سنوات في تمويل عملياته وتعزيز قوته نائب قائد عمليات الحجد الشعبي في محافظة نينوى رضوان العنزي نفى أيضا وجود تسلل يذكر لعناصر داعش عبر الحدود العراقية السورية إلى نينوى مؤكدنا أن قوات الحجد تمسك المناطق الحدودية بشكل كامل لا توجد هناك أي تسللات موجودة تذكر خصوصا وأنه قوات الجيش وقوات الحجد الشعبي متواجدة في تلك الحدود ضمن قاطع المسؤولية تحديدا يعني على نينوى نتكلم والحدود مستتب الأمن فيها ولا يوجد أي خرق لا يوجد هناك تسلل وإذا صح التعبير فإنه صح الخبر فإننا حين نستلم أي مثل هذه الأمور نسلمها إلى قيادة الجيش والجهات المختصة في البعاج لا يوجد شيء داخل المدينة أما في الجزيرة على الصقار وغير الصقار ذكرنا أن هناك توجد خلايا متناثرة هنا هناك العمليات جارية عليهم وتحصل بعض النتائج التي نستطيع أن نقول بأنها استطعنا مسك بعضهم وتسليمهم إلى الدولة صلت تقرير بريطانيا الضوء على عملية اعتقال تجري داخل مخيمات العوائل التي لها صلة قرابة مع عناصر في تنظيم داعش وذكر التقرير تزايد المخوف من أن يجعل الاعتقال أطفال المعتقلين عرضة للتطرف وقال الصحيفة الفانينشال تايمز أن اعتقال آلاف المشتبه في علاقتهم بتنظيم داعش ترك الأطفال يعانون مزيدا من الصدمات النفسية مشيرا إلى تنامي المخوف من أن الإهمال والتهميش يجعلهم عرضة للأفكار المتطرفة وتضيف الصحيفة أن الاعتقالات تعرضت للتنديد من المنظمات الحقوقية بسبب طبيعتها العشوائية والانتقامية أحيانا اتهم تقرير أمريكي إدارة رئيس الولايات المتحدة الأسبق جورج ووش بتدمير أمة كاملة في غزوه للعراق وإطلاق العنان للإرهاب وإشعال حروب طائفية وقالت مجلة The National Interest في تقرير يستعرض فشل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط والأسباب الملحة لعودة الجنود إلى بلادهم أن حرب العراق أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتدمير المجتمعات الدينية الصغيرة كالمسيحين والصابئة وغيرهم كما أفرزت الحرب تنظيم القاعدة في العراق وأضف التقرير أن صانعي السياسة في واشنطن يحتلون بلدا ويتسببون في إثارة نزاع طائفي فيه ثم يتدخلون مرة أخرى لتنظيف خطائهم مما يخلق مشاكل جديدة وجولات أخرى من الحروب كشفت منظمة Human Rights Watch عن تعرض العاملين في مجال الإغاثة بمحافظة نينوى لمضايقات من قبل السلطات العراقية وقالت المنظمة أن بعض المسؤولين وجهوا تهم المزيف بالإرهاب إلى عدد من الأشخاص العاملين في مجال الإغاثة مما أدى إلى تقويض عملهم مضيفة أن المضايقات تراوحت بين الترهيب والاعتقال والاعتداء والسطو وحوادث إطلاق للرصاص الحي ودعت المنظمة قوات الأمن إلى إدراج المعلومات المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني والمبادئ الإنسانية في مناهج التدريب وطالبت الحكومة العراقية بوضع حد للهجمات ومحاسبة المسؤولين وفي أول رد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عدت لجنة حقوق الإنسان النيابية التقرير محاولة للنيل من العراق وأن ما نشير لا أسس له من الصحة وأوضح عضو اللجنة قصي عباس الشبكي أن القوات الأمنية تتعامل بإنسانية مع فرق الإغاثة المحلية والدولية وأضاف أن داعش تنظيم إرهابي دولي قادر على اختراق حتى المنظمة الحقوقية وإذا صح ما نشير فأن القوات العراقية لديها معلومات بشأن هؤلاء وتحاول تأكد منها عبر استجوابهم كشفت مصادر سورية أن القوات الأمريكية نقلت أطنانا من ذهب تنظيم داعش المهرب من الموصل إلى الولايات المتحدة وأضافت المصادر أن واشنطن أبرم الصفقة بأطنان من الذهب مع تنظيم داعش جرى جمعه من الموصل بالإضافة إلى كافة المناطق التي سيطر عليها التنظيم سابقا مشيرة إلى أن حوالي خمسين طن من الذهب بالإضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات كانت بحوزة داعش في جيبه الأخير بمنطقة البغوز في ريف دير الزور نقلها الأمريكيون إلى بلادهم عبر قواعدهم في كوباني غربي كردستان اشتركوا في القناة هذا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أهمية تطوير مناطق محافظة الأنبار كما هو مرسوم لها من رفع مستوى الخدمات جاء ذلك خلال لقائه مديري الدوائر البلدية في المحافظة وجرى خلال اللقاء مناقشة الواقع الخدمي وآليات تطوير عمل القطاعات البلدية وبحث احتياجات الأقضية والنواحي بالإضافة إلى استعراض الخطط والمشاريع المزمع إنشاؤها في عموم مناطق المحافظة وآليات نقل الصلاحيات الإدارية للدوائر الحكومية سوف تكون هناك نهضة حقيقة للمشاريع بقيادة المحافظة الأنبار طبعا بمتابعة رئيسية من قبل السيد رئيس البرلمان المهندس محمد الحلبوسي أيضا هناك بعض المشاكل يطرقها بعض المديران البلديات أخذ بنظر اعتبار هذه المشاكل وسوف يتم إن شاء الله حلها في الأيام المقبلة برئاسة سيد رئيس برلمان مجلس النواب المحترم يعني أبرز النتائج نتائج مهمة وحيوية راح تصوب في مصلحة المحافظة عموما وأني كمدير بلدية رمادي في مدينة رمادي باعتبارها مركز المحافظة سيادة الرئيس ركز على نقاط جدا حيوية ومهمة في تطوير المشاريع الخدمية ما تحت الأرض وعلى الأرض وما فوق الأرض والتقى الحلبوسي عددا من شيخ عشائر محافظة الأنبار ووجهائها مؤكدا أهمية أخذ العشائر دورها الحقيقي في ضبط الأمن والاستقرار ودعم أجهزة الدولة بالإضافة إلى دعم جهود إعادة إعمار المناطق المحررة جاء ذلك خلال لقاء حضره عدد من النواب بالإضافة إلى محافظة الأنبار وقائد شرطتها وعدد من المسؤولين وبحث الحلبوسي أوضاع المحافظة ودور العشائر في دعم القوات الأمنية والمساهمة بعودة العوائل النازحة مؤكدا حرص السلطة التشريعية على توظيف تخصيصات الموازنة بصورة صحيحة لتغطية احتياجات المحافظة بما في ذلك صرف التعويضات للمتضررين جراء العمليات الإرهابية التي طالت المحافظة هاي الأنبار وصلاح الدين ونينوة وديالة وكركوك بس أفضل يعني من خمسين إلى أربعمائة يعني هذا بالقياس تكون أفضل بكثير أكو مشكلة أيضا بالتعامل مع هذا الملف من خلال اللجنة المركزية في بغداد هذا أنا راح تبنى أنه مو المعاملات هم رجعنا على نفس السالفة القديمة ورما يكملوها اللجان ويكملوها القضاء هنا همينة ترفع تروح إلى اللجنة المركزية واللجنة المركزية من كل ألف معاملة تمشي خمسة والخمس معاملات اللي يتمشيها فوق ما هو ما أخذين منه خمسين بالمية واللي جان قاصة من عنده يردون يقصون أمر تلوخ يعني من المائتين مليون أو المائت مليون تصل عشر ملايين أو سبع ملايين هذا الرقم مو منطقي وهي مو جبران خواطر هاي استحقاق للمواطن تجاه دولته والدولة ملزمة بهذا الأمر والقرار السياسي في الدولة أنه معالجة المتضررين من معالجة وضع المتضررين من الإرهاب القيادي في المشروع العربي مصطفى عياش الكبيسي أكد أن اللقاء مع عشائر ومسؤولي محافظة الأنبار لقاء مهم ومثمر من جانبه قال مدير شؤون عشائر الأنبار العقيد صبري الجبوري أن المجتمعين أكدوا ضرورة دعم الملف الأمني والمضي قدما في تعويض متضرر العمليات العسكرية لقاء مبارك مع رئيس مجلس النواب الأستاذ محمد الحلبوسي ومع وجهاء والقادة الأمنيين وشيوك العشائر في المحافظة لبحث آخر التطورات المهمة جدا في المحافظة ما توصل إليه المجتمعون تحت هذه الخيمة يبشر بخير كثير إن شاء الله لمستقبل المحافظة تم التطرق لعدة مواضيع خلال هذا المؤتمر كان للجانب الأمني الجزء الأكبر من هذا الموضوع فأكد الحضور من شيوخ العشائر وابناء العشائر الأكاديميين والأخوة الموجودين هنا أكدوا على ضرورة دعم الملف الأمني ودعم تشكيلات وزارة الداخلية والدفاع والحجد الشعبي لتمكينها من بسطة الأمن والاستقرار على ربوع المحافظة دعا رئيس المجلس المحلي لقضاء الفلوجة طالب العيفان الحكومة العراقية والبرلمان إلى المساهمة في إطلاق تعويضات لأهالي مدينة الفلوجة مؤكدا أنه منذ ثمانية أشهر لم يصرف أي مبلغ وأن نحو ألفي عائلة ما تزال تسكن المخيمات بسبب الدمار الذي لحق بمناطقهم ودورهم وممتلكاتهم هناك أكثر من ثمانية أشهر لم تطلق التعويضات علما بأن كافة الإجراءات الرسمية قد أنجزت داخل المعاملات وقدمت على قانون 20 التي هي تخصم 50% ثم قدمت إلى بغداد وتم الخصم منها أكثر من 50% والآن أوقفت كافة التعويضات من قبل اللجال المهمة الرئيسية داخل بغداد نحن نناشد الحكومة المركزية وكذلك نناشد السيد المحافظ نناشد السيد رئيس البرلمان بأن يكون هذا الموضوع موضوع مهم لأكثر من ألفين نازح لازالوا خارج المدينة بسبب دمار مساكنهم أو خراب بيوتهم لا يستطيعون العودة في محافظة كربلاء نظم العشرات من الكوادر الطبية والصحية وقفة احتجاجية واضرابا جزئيا عن العمل للمطالبة بزيادة نسبة القطورة ورفع التسكين الوظيفي وأعبر المعتصمون عن صفتهم من عدم استجابة الحكومة والمسؤولين لهم مهددين بالاضراب العام في جميع الدوائر الصحية في حال لم تنفذ مطالبهم من قبل مجلس الوزراء والوزارات المعنية نضمنا هذا الاعتصام الجزئي بالمدينة الطبية لضغط على وزارة الصحة لتحقيق مطالبنا الحقيقة هي مو مطالب هي حقوق حقوق مشروعة نحتاج إلى رفع التسكين ورفع الخطورة من 50% إلى 100% أسوة باقي الأطباء والصيادلة ونحتاج إلى تفعيل قانون حماية الممرض لكثرة الاعتداءات التي نتعرض لها يوميا على مدى 24 ساعة لعقيقة عندنا خدمات عندنا كادر منامسة 24 ساعوية المريض عندنا إصابات انصابة بالأمراض المعدية الكادر التمريضي ماكو أي امتيازات أسوة ببقية الشرائح اللي هي بالوزارة لم نرى أي استجابة من قبل الحكومة ولذلك تطور الأمر إلى احتصامات جزئية كذلك لم نرى أي استجابة الآن الموضوع دخل في حيز الاحتصامات الكلية في عموم المؤسسات الصحية في العراق الآن بدأت هناك وساطات بدأ هناك تدخل من قبل الحكومة المركزية وعدونا بأنه سوف تتحقق المطالب وسوف تطرح على جلسة مجلس الوزراء القادمة نحن احتراما سوف نتوقف بالاحتصامات لحين جلسة مجلس الوزراء ونرى النتائج وماذا ستقول إليه النتائج في حال لم تتحقق المطالب لدينا هناك حديث آخر مع الحكومة رحبت نقابة المعالمين باستجابة رئيس الوزراء المبدئية لمطالبهم فيما أعربت عن خشيتها من أن تعرق البيروقراطية في مؤسسات الدولة تحقيق هذه المطالب الخوفنا الوحيد هو من بيروقراطية الدولة وأنظمتها لأن السيد الرئيس الوزراء قال الدولة العراقية فيها بيروقراطية كبيرة وأكبر بيروقراطية في وزارة المالية وأن أعتبرها هي سبب المشاكل في هذا الاتجاه لأنها أوقفت قرارات السيد العبادي سابقا بصرف العلاوات والترفيع من تاريخ الاستحقاق وذهبت باتجاه كثير من التعطيل من خلال تفسيرات تخص وزارة المالية ولا تخص حقيقة استحقاق المعلم وحقيقة حاجاته التي تنطلق من القانون والدستور والأنظمة والتعليمات العراقية النافذة لهذا كان السبب الرئيسي في كل ما حصل هو وزارة المالية تم اللقاء بدورة رئيس الوزراء وتمخذ اللقاء عن استجابة كل شيء قوي من قبل دورة رئيس الوزراء للمطالب لكن كنقابة مؤمنة ننتظر النتائج نشرتنا مستمرة وفيها نتابع أيضا عصابات متنفذة تستولي على مدرسة حكومية في بغداد وتطرد الطلب منها قبل ذلك أعلنت هيئة استثمار محافظة ذيقار عن منحها 11 ترخيصا استثماريا لمشاريع سكنية وتجارية وتعليمية وصناعية مختلفة بمبالغ تجاوزت المئة مليار دينار عراقي وقال رئيس هيئة استثمار ذيقار عماد العتابي أن الرخص شملت معملا لإنتاج الحديد والصلب وفندقا سياحيا ومركزا تجاريا ومجمعين سكنيين ومدارس استثمارية نموذجية ستوفر أكثر من ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة تم منح ستة إجازات استثمارية بكافة المجالات منها مدرسة أهلية بواقع 3 مليارات ونص دينار وفندق ومركز تجاري خمس نجوم في مدينة الناصرية ومعمل حديد والصلب بواقع 21 مليار لذول يوفروننا تقريبا ألف فرصة عمل للمحافظة مجمع تجاري داخل مدينة الناصرية مجمع العميد السكني لموظفين المعهد الصحة العالي والمعهد التقني بواقع 9 مليار دينار ومجمع الحياة لعامة المواطنيين بواقع 5 مليار و300 مليون دينار نعم أما المشاريع السابقة اللي منحناها خمسة مشاريع منها مستشفى أهلي في مدينة الشطرة ومجمع سكني لموظفين نزاهة ومجمع سكني لموظفين تسجيل عقاري ومجمع تجاري في مدينة الشطرة ومحطة وقود تعبئة الأخوين في قضاء الشطرة ما يقارب 100 مليار دينار عراقي حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة المثنى من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب والمراهقين ولفتت المفوضية إلى ضرورة الحد من تسرب الطلبة من مدارسهم تفاديا لانجرارهم إلى مستمقع المخدرات وتعاطيها مشيرة إلى أن نسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية تبلغ 88% بينما تصل إلى 22% في المرحلة الإعدادية فيما انتقدت ضعف الدور الحكومي في الرقابة ومكافحة المخدرات ضعف الرقابة على الأماكن التي يرتادها الأحداث والشباب منها الكافهات والنواد الخاصة لتجمع هذه الفئة وبالتالي نطالب من ارتفاع مراقبة مثل هذه الحالات وتجديد الرقابة على الصيدليات وعلى المذاخر الأدوية وعلى الأماكن التي تروج بها هذه المواد السامة بالعودة إلى ملف العلاقات ما بين العراق وإيران ينضم معنا من بغداد القيادي في اتلاف النصر عقيل الرديني مرحبا بك سيد عقيل يعني بداية ما هي اتجاهات العراق اليوم وتحديدا في المنطقة منطقة دول الجوار باتجاهها إلى هذا التوسع في العلاقات ما بين الأردن ومن ثم إيران وأيضا زيارة مرتقبة من قبل روحاني إلى العراق بسم الله الرحمن الرحيم في البداية شكرا لكم على هذه الاستضافة وشكرا إلى مشاهدي قناة الفلوج الكرام نعم العراق الجديد العراق ما بعد 2003 يعني البلد يريد أن ينفتح إلى جميع جيرانه وأصدقائه ليس لدى العراق أي عدوانية اتجاه أي شعب أو أي حكومة وخاصة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي والقوات الأمنية والحجد الشعبي والحجد العشائري وكافة فصائل الجيش والمقاومة والانتصار الكبير على داعش اليوم أصبح العراق إن شاء الله مقبل على مرحلة جديدة من العلاقات وهذه المرة منفتح اقتصاديا على جميع العالم وخاصة يعني محيطه العربي والإقليمي وما نشهده من حركة مفقوكية لرؤساء الدول والملوك يعني ملك أسبانيا ملك الأردن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني وزيارة من الولايات المتحدة وزير الخارجية كذلك وزير خارجية فرنسا كذلك معظم الدول الكبرى والعظمى اليوم العراق محط اهتمام لهذه الدول العراق بلد غني في نفطه ومعادنه وبالتالي اليوم ممكن أن يكون العراق الأرض الخصبة للاستثمار وخاصة نعتقد أننا اليوم المعركة هي معركة اقتصاد اليوم البلد الذي يتمكن اقتصاديا سوف يتمكن بكثير من المقاليد والسيطرة على باقي الأمور عسكريا سياسيا إذا كان متمكن اقتصاديا وهذا ما يسعى إليه العراق في المرحلة القادمة والتفاهم مع الجارة الأردن والشقيقة وكذلك مع العربية السعودية ومع تركيا ومع إيران ولذلك أنه اليوم العراق يحترم جيرانه ويريد أن يتطلع إلى علاقات اقتصادية مبنية على حسن الجوار والمصالح المشتركة بين هذه الدول بعيدا عن مسائل والمحاور التي لا تنفع العراق العراق ينفتح على الجميع من الولايات المتحدة إلى الدول الأخرى هذا نهج العراق الجديد وهذه الرؤية السياسية الجديدة للحكومة وخاصة في الملف الخارجي للتعامل مع العراق ومع دول المنطقة بهذا الاتجاه نعم سيد عقيل بالتركيز على لربما الجهة الأمريكية وأيضا الجهة الإيرانية هناك لربما العراق أصبح ساحة سباق لهاتين أو لهذين العنصرين للتحرك في الساحة العراقية ما تأثير هذه التحركات اليوم من الاتجاه الأمريكي وأيضا انتجاه الإيراني في الساحة العراقية وفي السياسة العراقية وأيضا الشأن العراقي صراحة العراق يسعى أن لا يكون سياسيا لديه عداء إلى أي دولة سواء الولايات المتحدة أو إيران ولكن العراق يستثمر نفوذه ويستثمر علاقته سواء مع إيران أو مع الولايات المتحدة من أجل تحسين اقتصاد بلدنا هذا الذي ينفع الشعب العراقي ويدر عليه بالخيرات أما سياسة المحاور سياسيا أو عسكريا لا تنفع العراق اليوم العراق بعيدا عن سياسة المحاور يكون قريب من الجميع اليوم الولايات المتحدة لديها مصالح في العراق ولديها استثمارات في العراق وكذلك لديها مصالح سياسية لأمور معروفة اليوم التواجد الأمريكي في العراق وفي سوريا وفي الشريط القريب من الحدود التركية والأردنية الولايات المتحدة تعتبر هذا الشريط مهم لقطع العلاقة بين العراق وسوريا من جهة إيران وهذا ما تعمل عليه الآن أو مستقبلا لقطع أذرع إيران باتجاه إمداد لبنان أو حزب الله هذا ما تسعى إليه أمريكا نحن بعيدين على هذا المحاور نحن نسعى أن يكون وجود التواجد الأمريكي يعني وفق اتفاقية الستراتيجية في عام 2011 أن يكون العراق ضمن وفق هذه الستراتيجية أن يكون بلد متعدد المحاور يعني مع الجميع يتمتع بعلاقة اقتصادية مع الجميع أما التنافر السياسي والتناحر السياسي بين الولايات المتحدة يسعى العراق أن يكون بعيدا عن هذه سواء إيران أو الولايات المتحدة لأنه صراحة لا يصب في مصلحة العراق سواء كنا مع إيران أو سواء كنا مع الولايات المتحدة نحن نمسك العصى من المنتصف ونكون حلقة توصل ممكن أن نكون بين إيران والولايات المتحدة من أجل مصلحة بلدنا وهذا ما تسعى عليه الحكومة العراقية في الوقت الحاضر القيادي في اتلاف نصر كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد عقيلة رديني شكرا جزيلا لك وفي بغداد وتحديدا في الكرخ الثاني استيقظ الأهالي على نبأ مخيف عصابات تتبع لجهات متنفذة في الدولة تستولي على مدرسة هي الوحيدة هناك وتضرد منها التلاميذ وتبدأ بهزمها لتحويلها إلى مشروع استثماري نتابع تفاصيل غير بعيد عن إضراب المعلمين في العراق احتجاجا على إهمال التعليم هنا في جانب الكرخ من العاصمة العراقية بغداد عوائل خرجت غاضبة ومدافعة عن التعليم والمدارس جهات متنفذة أو عصابات تريد الاستلاء على مدرسة ابتدائية وبالفعل استطاعت بالتعاون مع جهات رسمية الحصول على موافقات لهدم المدرسة وتحويلها إلى مشروع استثماري ما نعرف ما نعرف من الجهات ما نعرف ما نجدري دون يسوون ما البلد يسووها ما الغاية ما تفلش البلد والله كل يتلع نوقع وبشافل وما خلي المدرسة يتهدم على الأساس أنا عندي بناتي ثاني وانا وديهم هناك الشمرة وحدة وهنا وحدة ويومي يستغلون وقت الامتحانات يسوون بناء الشي ما يصر هاي موضعية المدرسة حكومية وتعد الأقدم والوحيدة في هذا القطاع السكني وحرصا من الأهالي على مستقبل أطفالهم جمعوا التبرعات من أموالهم الخاصة ورمموا البناية لكن العصابات تصر على هدمها ولا طفل يطلع مطالب تحقيق تحقيق لأنه هذا يكون شغلة به لعبة ترى ليست مدرسة أم أيمن هي الأولى التي تواجه خطر الهدم فقبلها يقول الأهالي إن العصابات ذاتها هدمت مدرسة ابتدائية في الكرخ الثانية واستولت أيضا على بناية مدرسة ثانوية ونقلت كوادرها إلى منطقة بعيدة رغم حصول هذه العوائل على كتب رسمية من تربية الكرخ وتعهدات بالحفاظ على المدرسة إلا أن تلك العصابات ماضية في تنفيذ مخططاتها بالهدم وإلى الشأن الدولي حيث ترسوا سفينتان محملتان بالمساعدات في جزيرة كوراساو التابعة لهولندا بعدما تراجع معارضون فنزويليون يقيمون في الولايات المتحدة عن المضي في محاولات الإبحار بها إلى فنزويلا إثر تحذيرات مباشرة تلقوها من سلاح البحرية الفنزويلية نيكولا ستاسي أحد أنصار المعارضة الذي كان على متن السفينة أكد أن فرقاطة تابعة للبحرية الفنزويلية أبحرت بسرعة باتجاههما أن اقتربوا من المياه الإقليمية الفنزويلية وتزامنت محاولات إرسال المساعدات بحرا مع جهود معارضة لإصالها أيضا عبر الحدود البرية ما أدى إلى مواجهة دامية عند الحدود مع كولومبيا والبرازيل هذا وانشق أكثر من مئة عسكري وشرطي فنزويلي وعبر الحدود إلى كولومبيا بحسب ما ذكر السلطات الهجرة في بوغوتا فيما يتزايد التوتر بين البلدين الجارين بسبب المساعدات الإنسانية هذا الانشقاق يأتي بعد أن دعا زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غويدو الجيش إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو ومساعدته على إدخال المساعدات لتخفيف النقص في الأغذية والأدوية وسجلت أولى الانشقاقات صباح السبت قبيل إعلان غويدو انطلاق قافلة المساعدة الإنسانية إلى فنزويلا إلى خبر بعيد عن السياسة وبالأخص إلى النساء حيث تصدرت النساء العراقيات المرتبة الأولى كأجمل النساء العربيات لعام 2018 موقع رنكر العالمي والمعني بإخبار النساء والموضة والجمال صنف النساء العراقيات كأجمل النساء العربيات لعام 2018 فيما احتلت النساء الأردنيات المرتبة الثانية لتتبعها النساء التونسيات كما حازت النساء الفلسطينيات على المرتبة الرابعة أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب النساء العمانيات أو العمانيات هذا وقد اعتمد التصنيف على تصويت الجمهور وبمشاركة 19 دولة عربية اختتم حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته التاسع عشر مع احتدام المنافسة بين أفلام متميزة وشهد الحفل لهذا العام فوز الممثل رامي مالك المصري الأصل كأفضل ممثل عن دوره في فيلم الملحمة البوهيمية وتعد هذه المرة الأولى التي يحصل فيها ممثل من أصول عربية على جائزة أفضل ممثل فيما فازت أوليفيا كولمان بجائزة أوسكاري أفضل ممثلة عن تأديتها دور ملكة بريطانيا في فيلم The Fevert أما جائزة أفضل فيلم فكانت من نصيب Green Book الفيلم الأمريكي الذي يتناول موضوع العنصرية في ستينيات القرن الماضي موضوع العنصرية في ستينيات القرن الماضي نشرتنا انتهت وعد تذكير بأبرز ما جاء فيها رئيس الجمهورية يؤكد من شرم الشيخ مصالح العراق أولا ولن نكون طرفا في سياسة المحاور رئيس الوزراء يبحث مع نائب وزير الخارجية الإيرانية العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بسبب إخفاقاته الإدارية وغياباته مجلس صلاح الدين يصوت على إقالة رئيسه أحمد الكريم استنفار متواصل على الحدود العراقية السورية وعملية أمنية لملاحقة داعش بعمق الصحراء للمزيد من الأخبار وغيرها أيضا تتابعونها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب متقن على خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر